السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبابي يا رب تكونوا بخير لو لسه الاول مرة بتشوف القناة ردت دوسيلة على زر الاشتراك وتفعليل الجرس عشان يوصلك كل اللي بعمل اول باول انا معي هنا يا حبابي كوباية مية ونصف معلجة سكر صغيرة ورشة ملح هنجيب الطبق بتاعنا كده وننزل بالدجيج بعد كده وكمان هنحط رشة الملح ونجلبهم كده كويس لحد ما السكر يختفي في الدجيج هنجلبهم بالشكل ده بعد كده هنحط حبة مية وهنجلبها كده كويس هنضيف حبة كمان ونجلب برضو عايزين الدجيج يختفي وتبقى معنا عجينة كويسة نحط حبة كمان ونجلب كده هنجلب العجينة كده كويس هبدأ كده عجن بايدي كده هنجلب العجينة كده وكده كده هنقوم بايدي كده هنجلب العجينة كده لارش دجيج على رخامة وهبدأ اعجن فيها كده هنجلب عجينة كده كويس كدهية كده كده لحد ما نحس ان العجينة كده نيعمة وما بتلزكش في ايدينا. اهى كده يا جماعة بالشكل دوة. هنعجنها كده كويس خالص خالص. لحد ما تبقى ما تموت كده في ايدينا من كتر ما هي اتعجنت كويس. لنعجنها كده بالشكل دوة. بص يا حبابي العجنة باجتارية معايا ازاي وما تموت ازاي? هنحطها كده في كيس ونغطيها كويس ونسيبها لترتاح لمدة عشر دجايب وبعد كده هنشوفها هنعمل ايه? اهى يا بنات بعد ما ارتحت معانا هنفك هكده من الكيس. كده هنحش الكيس اللي عليها دوة. هنحط هكده على الرخامة وهنفرطها بالطول على شكل مستطيل هكده. هنفرطها كويس وهنبدأ نقطعها قطع صغيرة بالسكينة. اها بالشكل ده. هاخد اول قطع معاك وهكورها. هنكورها كده يا حبابي. بالطرجة دي. اها بالشكل دوة كده. هنجيب واحدة كمان. وهنكورها برضو بنفس الطريقة. هنكورهم كده كلهم كويس بنفس الطريقة دي وبعد كده ارجع لكم. انا كورتهم يا بنات هجوب كورة من اللي انا كورتهم كده وهحطها في الدجيج. وهبدأ افرط بالشكل ده. هنفرطها كده كويس بالنشابة بتاعتنا. مش هنحط غير مرة واحدة من الدجيج. العجنة بتاعتنا هتكون شربتها ومش هيب جبان فيها دجيج اصلا. شايفين العجنة لما مرتاحة كويسة ما تتفرط على طول معايا انا كده فرضتها. بصوا كده سمكها انا عايزيها تكون بالسمك ده. هنجيب السكينة بتاعتنا ونغطحها بالطول بالشكل ده. كده. كمان واحدة. وهنا كمان. وهنبدأ نلفها بالشكل ده. بصوا انا بلفها ازاي. هنلفها كده كويس. كمان هنا. هنلفها بالشكل ده يا بنات كده. علشان العجنة تكون مورجة لازم نلفها بالشكل ده. بعد كده هضع عليها كده بايدي. وهركنها وهعمل غيرها. هنجيبها بعد كده. ونبدأ نفرطها بالشكل ده. من غير دجيج حابة تضيف دجيج بروحتك. بس لازم اول ما تعملهم كده برضو يرتاح شوية. علشان تكون في الفرط معاك كويسة وتتفرض بسهولة. لو هتسيبهم عشر دجاج يعني يرتاحوا بعد ما تعمليهم بالشكل اللي انا عملته ده. ده شكلها هي بانت بعد مفرطة وده سمكها. هنجيب صنية كده على الفرن على البتجاز ونوطي النار عليها. وندهينها كده زب ده زيت اللي متوفر عندك. وبعد كده هحط العجينة بتحت بالشكل ده. اها كده يا بنات بالشكل اللي انتو شفتوه دوه هتبتدي العجينة تتشمع معي يعني تنشف معي ومتبجاش عجينة. هادهن كده وشها حبة حبة بسيطة يعني. مش هحط كتير. علشان بس تتنفخ معي. ما تبجاش مكتومة. هي لسه كده مستويتش. هجلبها كده تجلبتين. هي ابتدت تتنفخ معي زي ما انتم شايفين كده. هجلبها الناحية التانية. بص يا بنات شكلها عامل ازاي? بجد بجد جميلة جدا وانشاء الله هتجاربوها جلل رأيكم فيها ايه? هي كده استويت معي. اول ما هحس ان وشها اه اتنفخ معي وحمر هحوشه. بصوا الفكاقيع. هنعمل واحدة كمان انا حشت ديكه وبعمل بدلها واحدة اها. هنجلبها كده الناحية التانية. بصوا بجد شكلها جامل ازاي? احلى فطيرة دي ولا ايه? بصوا بتمفخ معي ازاي? ليه بجد بتمفخ معي عشان انا جطعتها وعملتها بالشكل اللي انتم شفتوه ده. معي هنا زيتون لو متوفر عندك حطي وبصل وطماطم وفلفل آآ حامي انت لو عندك فلفل الالوان ممكن تحطي ومعي نص معلجة ملح ونص معلجة كمون ونص آآ جزد نص معلجة ضهرات ونص معلجة فلفل وبطين. هنحط البطين كده بتوعتنا في طبق. وهننزل عليهم بالخضار بتاعنا. اي خضار متوفر عندك ممكن تحطيه. هنحط التوابل بتاعتنا اللي هي توابل وملح وفلفل اسود. وهنجلبهم كده كويس. لحد ما نغيب البيض كده وندخله في جلب الخضار بتاعنا. اهى كده يا بنات. هنجلبهم كده بالشكل ده. هجيب معلجة جبنة من اللي هي العادية الجبنة العادية اللي احنا بنستعملها في انا حطة هنا جبنة جديمة ممكن انت تحطي جبنة بيضة اللي هي برضو بتاعت استندوتشاد دية. وهنفروطها كده في العجنة بتاعتنا. لو عندك جبنة كريمة حطي. هنفروطها بالشكل ده. بصوا كده ها زي بالتوا شايفين معايا. وهجيب حبة كمان برضو هفروطها في آآ الفطيرة التانية. هنفروطهم كلهم كده. ممكن انت لو مش حابة تحط جبنة تحط كبه روحتك يعني. اللي متوفر في البيت. الجبنة دية بنات اللي انا عملتها معاكو في القناة. ناس كتيرة جايت للجبنة دية يعني مش آآ مش متزارلة. الجبنة دي هي اللي متوفرة عندنا اكتشفت ان هي مش متوفرة عندكو. فمعليش ما كنتش اعرف. الجبنة اللي عندكو بتفرول لكن دية مش بتفرول معانا واللي ساكنين في المينيا يعني عايشين في المينيا عارفين صحة كلامي. هنحط كده حبة. وفعلا هي رخيصة عندنا مش غالية. يعني اما نجيب بعشرة جنيه ولا بخمسة جنيه كمية حلوة. هنحطها كده. وبتمط معانا وها رهالكم دلوقتي. هندهن الطاصة بتاعتنا كده حبة سمنة. يعني تجريبا كده نص معلجة سمنة. برضو اللي متوفر في بيتك حطيه. انا مش هنمشبرك على حاجة براوحتك يعني. آآ هنحط كده. هنستنيها تسخن وبعد كده هنحط البيت بتاعنا بالخضار. وهنجلبه كده على اساس ان البيت آآ يروح معانا كده ويستوي في الاماكن الفاضية دية. اها بالشكل ده. بالشكل ده كده يا بنات. اول ما احس ان هي استوت من تحت كده وشها آآ آآ جزدي من تحت كده حمرت بسيتها حوشة. انا كده هدليها فوق الفطيرة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هي استوت معي وباجت زي الفل. هعمل واحدة كمان. وهنزلها كده فوق الفطيرة. الاكلة دي اقتصادية جدا جدا والبيت. ممكن تعمل كزا سندويتش ببيدة واحدة. بصراحة البطن عملوا معانا ست سندويتش بصراحة جميلة جدا جدا. هنلفها كده بالشكل ده. احلى سندويتش دي ولا ايه? ان شاء الله هتجربوها. جميلة والله بجد. هنحط واحدة كده هنجلبهم كده كلهم كويس. يعني نلمهم بالشكل ده. ده شكلهم كده يا بنات هندهن برضو صنيحة بتسمنة بسيطة. مش عايزة وعايزة تحطها كده. بروحتك عايزة تدخلها الفرن بروحتك. تدي وش من فوق احمر ووش من تحت. هتبقى متجار مش كده ولذيذة واقتصادية وسريعة. اه دي احتبر من اكلات اخر السبوع. اه اه جزد اخر الشه. تنفع اه كواجبة عاشا وكواجبة غدا. وكمان فطار يعني. في كل الاوكاد جميلة بصراحة وسريعة. بص وشها حمر معي ازاي. والدان اللون دهب بصراحة جميلة جدا. ان شاء الله هتجربوها وتقولوا لرأيكم في التعليجات. وهي طعمها عامل ازاي بصراحة عجبتنا كلنا. واقتصادية في نفس الوقت وسريع. حابة تحط قطشب عليها. حابة تحطي بطاطس محمرة معاها. عادي. تعالوا نشوف كده هوى الجبن بتاعتنا. هنفتح كده واحدة مع بعض. ونشوف الجبن بتاعتنا اللي احنا عملناها. عاملة ازاي فيها. بص يا بنات. بصراحة جميلة جدا ولزيزة. وطعمها حلوة واقتصادي. اتمنى تجربوها ان شاء الله وتجنوني رأيكم فيها في التعليجات. ما تنسيش تشترك في القناة لو اول مرة تشوفيها. وتفعليه للجرس. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطيلي لايك. وبالفة هنوشوف على جلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة